معنا على الهاتف كابتن جهاد جريش خبرنا التحكيمي كابتن جهاد يا صباح الخيرات صباح خير الصباح جاء على حضرتك وعلى كل مشاهدينك عايزين نتكلم بقى سريعا كده على الحالات النهاردة كانت ماتش الأهلي ويطلاق الجيش مش حالات كتيرة وما ثلاث حالات نبدأها بمراجعة الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الخمسين تمام رأي حضرتك ايه تحكميا كابتن جهاد هنشوف انا مساني لو فيه صورة معك ولا اننا اه اه طبعا 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 هي الهدف الأول طبعا كانت ركنية وبنتكلم ان الهدف مفيش خطأ على الهدف الأهلي مفيش تسلل للهدف الرقم 8 بتاع الطلاق الجيش كان مغاطب تماما تماما وبالتالي بنتكلم ان الهدف الأهلي الأول هدف صحيح بالمراجعة الصحيحة وهدف صحيح طيب ده عظيم جدا ده هدف نادي النادي الأهلي الأول الهدف الثاني كان فيه الدقيقة اه اربعة وخمسين كان فيه مراجعة لهدف نادي الأهلي تاني خلالنا نشوف تمام الهدف برضو زي بقولك ما برضو ما سبقوش اي خطأ على النادي الأهلي ما سبقوش اي تسلل وبالتالي بنتكلم مراجعة الهدف صحيح وهدف تم احراضه الصورة صحيحة ومراجعة صحيحة من حكم الفقر طيب ده عظيم اللقطة التالتة النهاردة هو الغاء هدف النادي الأهلي بدعوة لمس يد على وسام ابو عالي زي فانا شوفين هي دي اللقطة المباراة النهاردة بنتكلم عن الهدف المفروض كان يد على هدف الثالث نادي الأهلي الحكم احتسف في الملعب حكم الفرس قال له أنه عند احتمالية لمس يد على المهاجم وبالتالي يعاقب عليها اللي حصل أنه طبعا لمس يد على المهاجم طبعا جد بصور عفوية ولكن يعاقب عليها المهاجم من طبق للقانون إذا أحرص بعدها هدف مباشر فنوضر اللي حصل مع وسام لمس يد آه موجودة والحاكم الفر مميز عمر الشناوي يتساد على الحاكم وقرر اللقطة ورجع لغا الهدف وقرر لغا الهدف القرارة صحيح لوجود لمس يد آه غير متعمدة آه لكن يعاقب عليها اللاعد لو أحص منها هدف مباشر فنوضر زي ما حصل في لعبة وسام وبالتالي نتكلم عن القرارة صحيح عموما سراجاي المطش النهاردة كل لقطة تحكمية أو لقطة تحكمية كانت موجودة النهاردة طام التحكيم حمد القلاوي وكل مساعدينه مع عمر الشناوي حاكم فار عملوا مباراة تحكمية جيدة النهاردة تحكيم كان موجود بصورة جيدة جدا في مدش الأهل وطلع الجيش على فكرة هو ده تقريبا المباراة الأولى اللي يحكمها سواء لنادي الأهل أو لطلع الجيش عشان عايزة أسأل سؤال كابتن جهاد في اللقطة الأخيرة طاعت وسامة هل الكورة لازم تغير قانونا يعني هل الكورة لازم تغير اتجاهها عشان تحتسب لمسة يد لا مش شرط اللمسة يد المجرد تصدم بالإيد بأي حامل أحوال بأي اتجاه بتعاقب عليها بلمسة يد مش شرط تغير اتجاهها عايز بس أعضيش حاجة يمكن ما جاش لقطة النهاردة كان في لقطة مهمة في مطشة لاتحاد السكنداري وبرمز احنا لسه بسه مجمعيش للمطشة تفضل في الفيدياء الخمسة في الشرط الأول وكاد فيها راكل جزاء صحيحة لم تحتسب للاتحاد السكنداري اللقطة واضحة جدا ما حدش يختلف عليها كمحللين تحكمين من الكلام على راكل التحكمية واضحة جدا راكل جزاء للاتحاد السكنداري يمكن زي ما تكلمنا على مطش الأهلي وطلع الجيش انه ما فيش خطأ تحكيمي مؤثر عن تلك المباراة لكن كلا ما تكفل دياء خمسة في بداية المباراة كان فيه راكل جزاء للاتحاد السكنداري وأكيد خطأ أثر على نتيجة المباراة نعمل مطش خرص أربعة البرمز لكي بريتكلم عن لقطة حكمية مهمة كان لازم حاكم الفر يدخل ويستبقل الحاكم ويوارل لقطة ونحتسب راكل جزاء صحيحة للاتحاد السكنداري